مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة وفيها تتابعون من المواقع المحلية ميليشيا الحوثي تنهب مخازن برنامج الغذاء العالمي وفي الصحافة العربية رسالة ساخرة من تعز تثير اهتمام القنوات والصحف البريطانية وفي الدي دابوليو بسبب كورونا دولة تخصص يوما للرجال ويوما للنساء للخروج من المنزل حلت الذكرى الخامسة والخمسون لاغتيال أبي الأحرار الشهيد محمد محمود الزبيري في الوقت الذي يستلهم فيه أبناء اليمن حياته النظالية ويحلمون بالمضي على النهج الذي سار عليه وفقا لموقع يمن مونيتور يمنيون يستلهمون تاريخ الزبيري النظالي في ذكرى استشهاده الخامسة والخمسين في الأول من أبريل 1965 اغتيل أبو الأحرار محمد محمود الزبيري وعمره لا يتجاوز 48 عاما قدم خلاله حياة حافلة بالعطاء والفكر الثوري والكفاح المتواصل وظل طوال حياته ثائرا مقداما في وجه الطغيان حاملا هم الشعب وتحرره في روحه ووجدانه وكلما ذكر اسم محمد محمود الزبيري أعاد إلى الأذهان سيرة الثورة اليمنية ناصعة جلية واستنهض في الوعي علاقة الفكر بالثورة ودور المثقف الحر ومسؤولية الكلمة وأثرها في النظار الوطني ومكانة الشعر في التنوير والتثوير وإحياء الأمة يقول اليمنيون في ثكرة استشهاد أبو الأحرار محمد محمود الزبيري تمر علينا ونحن نمر بمرحلة تاريخية خطرة وحرجة تجعله حاضرا بمواقفه وأفكاره وشعره ونضاله وتحتم علينا استلهام الدروس من هذه الشخصية وخلال سنوات عمره كانت حياة الزبيري حافلة بالعطاء والفكر الثوري والكفاح المتواصل وظل طوال حياته ثائرا مقداما في وجه الطغيان حاملا أهم الشعب وتحرره ويستذكر اليمنيون مسيرة الشهيد الزبيري اليوم بصورة لافتة في خضم المعركة الوطنية التي يسطرونها منذ خمسة أعوام ضد النسخة الحوثية الأرضاء للإمامة الكهنوتية وفحوى ذلك دافع الشعور بالحاجة لاستلهام تجربة النظال أو المناضل الزبيري في مقارعة الإمامة بسبب الانخفاض الشديد الذي حصل بسبب أزمة وباء كورونا الذي أدى إلى انخفاض الاستهلاك اليومي للصين بنسبة 20% وهذه نسبة تعادل حاجات بريطانيا وإيطاليا من النفط مجتمعتين حسب موقع بلومبرغ وفي نفس الوقت رفضت السعودية وروسيا تخفيض إنتاجهم اليومي من النفط الأمر الذي دفع بالأسعار نحو الانخفاض الحاد لأصل إلى أقل من 26 دولارا للبرميل مزيج برينت فما هو تأثير ذلك على اليمن؟ هذا ما نعرفه في مقال كتب عبدالواحد العوبلي ونشره موقع الحارف 28 لو افترضنا أن إجمال ما تصدره اليمن يوميا حسب تقارير وزارة النفط هو 80 ألف برميل يوميا والذي من المفترض أن يدر دخلا لليمن يصل إلى ملياري دولار أمريكي سنويا فهذا يعني أن الدولة ستخسر ما بين 65 إلى 70% من دخل النفط بسبب الانخفاض في سعر العالمي ما يعني أن بقاء الأسعار بهذا المستوى يكلف اليمن ما بين 100 إلى 120 مليون دولار كل شهر يمر والأسعار بهذا المستوى على الجانب الآخر نجد أن أسعار المشتقات النفطية لم تنخفض بنفس مستوى النفط الخام فقيمة الطن الديزل توصيل إلى الموانئ اليمنية يتراوح ما بين 390 إلى 400 دولار للطن المتري الواحد بنخفاض لا يتعدى 28 إلى 30% من التكلفة السابقة للمشتقات التي كانت تستوردها اليمن لأغراض توليد الكهرباء والاستهلاك المحلي للمواطنين وبالتالي فإن انخفاض الأسعار في مشتريات اليمن من المشتقات النفطية لا يغطي ما خسرته اليمن في إرادة النفط الخام لذلك كان الأولى على الحكومة اليمنية هو الحرص على إعادة تشغيل مصافي عدن ورفع القدرة الإنتاجية لمصافي مأرب لتغطية الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية بدلا عن تبديد أموال البلد والعملة الصعبة شهيحة في الاستيراد وتقليل تأثر اليمن الضعيف اقتصاديا بأسعار النفط العالمية الأهم من هذا كله أنه على مستوى المواطن اليمني لم يؤثر الانخفاض في أسعار النفط على أسعار المشتقات النفطية في اليمن باستثناء انخفاض طفيف في مناطق الشرعية لا يتماشى مع الأسعار العالمية ولن يسبب أي انخفاض في أسعار السلع والخدمات التي يحصل عليها المواطن بل على العكس هناك زيادة في أسعار بعض المنتجات الغذائية والطبية وبعض مستلزمات النظافة بسبب ارتفاع الطلب عليها نتيجة أزمة وباء كورونا احتجزت ميليشيا الحوثي كميات كبيرة من المساعدة المقدمة من قبل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة وحالت دون توزيعها على الفئات المحتاجة تمهيدا للسطو عليها في محافظة حجة وعنونا موقع الصحوانت ميليشيا الحوثي تواصل نهب غذاء الجائعين من مخازن برنامج الغذاء العالمي وأفادت المصادر أن الحوثيين هددوا القائمين على برنامج الغذاء الدولي بإطلاف مائة وخمسة وسبعين طنا من القمح الأممي بمزاعم أنها غير صالحة للاستخدام وفرضوا حراسا على المخازن الضخمة للبرنامج في مديرية عبس وتصاعدت الهجمة الشرسة للميليشيا الحوثية ضد الوكالات الأممية ومنظمات الإغاثة الدولية مؤخرا إثر الهجوم الذي شنه زعيم الجماع على هذه المنظمات في خطبه الأخيرة ودعوته إلى عدم الاعتماد على المساعدة الدولية وسبق أن اتهم برنامج الغذاء العالمي في بيان رسمي عن قيام الجماعة الحوثية بالسطو على نحو مائة وسبعة وعشرين طنا من الأغذية التابعة له في مديرية أسلم في محافظة حجة في يناير الماضي وكانت الجماعة في محافظة تعز أقدمت مؤخرا على احتجاز مائة وستين طنا من القمح الأممي وقامت بإحراقه تحت ذريعة أن الكمية تالفة وغير صالحة للاستهلاك أعلقت الصحافة العربية حول المعتقلين في اليمن ومحاولة تجنب الكارثة وعنونت صحيفة العربي الجديد أنقذوا سجناء اليمن حملة إلكترونية تسابق وصول كورونا إلى المعتقلات حيث أطلق صحفيون وناشطون في المجتمع المدني الثلاثاء حملة إلكترونية واسعة بعنوان أنقذوا سجناء اليمن للمطالبة بإطلاق آلاف السجناء والمحتجزين من جميع معتقلات أطراف النزاع اليمني وذلك خشية انتشار محتمل لفيروس كورونا الجديد وتقود الصحيفة إنه لا يعرف عدد المحتجزين في السجون اليمنية منذ بدء النزاع قبل خمس سنوات وفي مشاورات ستوكولم تبادل الطرفاء الأزمة كشفات تضم أكثر من خمسة عشر ألف أسير حرب ومعتقل ومخفي قصرا ومع تزايد المخاوف من تفشي فيروس كورونا داخل السجون اليمنية المقتضة بآلاف المحتجزين بدأت الحكومة الشرعية بإطلاق أكثر من ثلاثمائة وواحد وخمسين سجينا متهما في قضايا غير جسيمة وتصدرت الحملة عشرات من الأسماء الصحفية والحقوقية اليمنية البارزة التي طالبت أطراف الصراع بتسجيل أو أطراف الصراع بتسجيل مواقف إنسانية مع تفشي جائحة كورونا وعدم اتخاذ ملف السجناء والمعتقلين كمادة لانتزاع مواقف سياسية وقالت هداء الصراري الحقوقية اليمنية الفائزة بجائزة مارتن إنالز لدفاعها الشجاع عن حقوق المعتقلين إن السجون اليمنية تتعيش وضعا كارثيا وتتضاعف المخاوف من أوضاع المحتجزين في السجون المستحدثة السرية ويجب إخلاؤها بشكل فوري الفيروس والآثار المقبلة تحت هذا العنوان كتب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت شفيق الغبر ما قاله المنشور في صحيفة القدس العربي مضيفا ستعاني الكثير من الدول التي تتميز بضعف وركاكة الإدارة والقيادة فيها بالطبع الدول الفقيرة ستواجه تحديات أكبر فاقتصادها لن يتعافى بعد الأزمة وستضربها الأزمات الخاصة بالبطالة والفقر والكساد بقوة لكن المشكلة ستعبر عن نفسها بصورة واضحة في الدول الغربية ستعاني كل دول العالم من أزمات بطالة وفقر وضيق لكن الدول التي لا تمتلك الحد الأدنى من الضمان الاجتماعي والتشريعات الضرورية لحماية الطبقات الشعبية كما هو حال الكثير من الدول العربية والأفريقية ستصطدم بالعاصفة المعيشية والاقتصادية والعاصفة بعد تراجع الوباء إن استثمار الدول في السلاح والحروب وسواد التفرقة والعنصرية والفساد على حساب الاهتمام بالبيئة والتعليم والبحث والمدن الطبية هو الذي انكشف بفضل فيروس كورونا ومن لا يذكر كيف افتتح الرئيس ترامب عهده بالانسحاب من اتفاقية المناخ وإدارة ظهره لقضايا البيئة وطريقة تعامله مع الحلفاء والاصدقاء في الشرق والغرب بل من شدة حنقه على كل ما صنعه أوباما في البيت الأبيض أغلق الرئيس ترامب في العام 2018 المكتب المختص في البيت الأبيض بالوباء والأمراض وهذا الجانب ساهم في عدم استعداد الولايات المتحدة للتعامل المبكر مع الوباء إن القول بأن النظام الدكتاتوري أقدر على مواجهة الفيروس ليس دقيقا فالنظام الدكتاتوري يخفي المعلومات وليس مضطرا لشرح سياساته لأحد بل قد يضحي النظام الدكتاتوري بملايين الناس دون أن يحاسبه أحد ودون أن يعلم أحد بما وقع كما أن معظم الأنظمة الدكتاتورية ستصبح أكثر دكتاتورية بسبب الفيروس وهي لن تعرف كيف تنسحب من خصوصيات الناس بعد اختفاء الوباء بعد نشر الرسالة في قناة بي بي سي البريطانية علقت كاتبة لبنانية في صحيفة القدس العربي حول رسالة وجهت من قطة في مدينة تعز إلى قطة أخرى في لندن وتحدثت الرسالة التي كتبها شاب اسمه أصيل سويد عن الوضع المعيشي في المدينة المحاصرة وعنونة القدس العربي رسالة من قطة جائعة يمنية إلى قطة إنجليزية وجاء في الرسالة مرحبا نيلسون أنا هيلين كما يدعوني هذا الشاب الشقي المدعو أصيل أما اسمي الحقيقي فهو خوزران هو يدعوني بالاسم الأجنبي هيلين محاولة منه لرفع معنوياتي لطالما عرض علي المبيت في منزله المتواضع واعتباري فردا من أسرته تقول رسالة القطة لكنني كنت دائما أرفض مفضلة العيش مع القطة البائسة في شوارع هذه المدينة تائهين بين أزقتها متجولين حول أكوام القمامة التي تراكمت وغطت البراميل نبحث في تلك الأقوام عن لقمة العيش وأحيانا لا نجدها في ظل الحرب لقد كانت القذائف تنهال علينا وكنا أسرى الحصار القاسي أصبح الكثير من المواطنين يأكلون معنا من أكوام القمامة فهم لم يعودوا قادرين على توفير لقمة العيش لأنفسهم بسبب الفاسدين وتجار الحروب يا عزيزي نيلسون حدثني أصيل عنك وجعلني أشاهد صورك في الانستجرام على حساب صحفية يمنية بريطانية اسمها سمية ظننتك مغرورا في بداية الأمر وأنا أتمعن في صورتك وأنت ترتدي قميصا برتقاليا لون أنيق الشكل ثم أخبرني أصيل أنك عانيت كثيرا وأنك كنت أيضا مشردا قبل أن تصبح فردا من أسرة سمية أنت لطيف ومحبوب جدا ورقيق المشاعر لذلك عانيت كثيرا يظن الأغلبية أننا قطة بلا مشاعر وناكرون للجميل وتقول الصحيفة اللبنانية عندما قرأت الرسالة بكيت بحرقة الصحفية تقول بكيت بحرقة على أطفال اليمن على ضحايا الحروب والمجاعات على أناس رحلوا ولم يهتم لرحيلهم أحد على جثث شباب لم تجد من يدفنها ضمير الغائب تحت هذا العنوان كتب أحمد الشلفي مقاله الذي تنشره بالقيس متذكرا فيه أيام العمل الصحفي في صنعاء وكيف عمل صالح على إفراغ الصحافة من قيمها وأهدافها وعضاف في جزء من مقاله قبل نحو عشرين عاما من الآن وبالتحليل في العام 2001 كنت أكتب من تعز عمودا بهذا الاسم ضمير الغائب في صحيفة الناس الإسبوعية المحلية التي أسسها الزميل الصحفي حميد شحرى رحمه الله والذي توفاه الله في العام 2006 إثر حادث مروري بعد عودته من الحج وتجربة صحيفة الناس التي تأسست في العام 2000 لم تكن تجربة يمنية إعلامية عادية إذ جاءت في وقت كان اليمن أحوج ما يكون فيها لتجربة صحفية قوية تخرج من رحم الصحافة الحقيقية بالإضافة لكونها تجربة شابة تثير الإعجاب وتبدو أكثر استقلالا من الصحف الورقية الأخرى في تلك الأثناء لم يكن هناك صحف ورقية حقيقية سوى بعدة الأصابع ولا أحب أن أذكرها الآن فلم تعد بالأساس موجودة لكنها كانت في ذلك الوقت من الصحف التي يمتلكها المرتبطون بالأمن السياسي اليمني ولاحقا أنشأ علي عبدالله صالح جهاز الأمن القومي وعين عمار صالح وأحمد درهم لاستقطاب الصحف والصحفيين وترهيبهم وترغيبهم وكذلك للضغط عليهم بوسائل عدة منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد كانت التوجيهات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية واضحة فئتان من يجب عليهم ارتداء الأقنعة حاملوا الفيروس ومن تظهر عليهم الأعراض أو الذين يحتنون بأشخاص يشتبهوا بإصابتهم بالفيروس ومع ذلك فقد ألزمت عدد من الدول جميع السكان بارتداء الأقنعة وعنوانة البي بي سي فيروس كورونا لماذا ينتشر ارتداء الأقنعة في دول دون أخرى؟ وقال الموقع الأقنعة لا تعد وسيلة حماية موثوقة فالأبحاث الراهنة تظهر أن العدوى تنتقل بالرذاذ أو من خلاله لمس أسطح ملوث بالفيروس هذا يعني أن القناع قد يحمين لكن فقط في بعض الحالات مثل الوجود على مقربة من مصابين قد يعطسون أو يسعلون بالقرب من وجوهكم لذا يرى الخبراء أن غسل اليدين بالماء والصابون بكثافة وسيلة وقايا أنجع من القناع في هذه المرحلة إزالة القناع عن الوجه تتطلب عناية خاصة لتفادي تلويث اليدين بالعدوى كما أن وضع القناع قد يعطي صاحبه شعورا وهميا بالأمان بالرغم من ذلك بات الجميع يرتدون الأقنعة في بعض أجزاء آسيا ليس فقط من باب الحذر بل مراعاة لمشاعر الآخرين كذلك العالم في انتظار اليوم التالي تحت هذا العنوان كتب عبداللطيف السعدون مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا ووسط الأزمة الممتدة أمام عيوننا انكب بعض من حكماء العالم ومفكريه على استشراف ما يمكن أن تفرزه الحال الماثلة سعيا وراء إعطاء أجوبة تظل غير نهائية على ما هو مطروح من تساؤلات وإذا ما رصدنا ما سجلته مراكز بحث ودوريات متخصصة نجد حالة من التلاقي والتشابق في رؤية هؤلاء المفكرين لما يمكن أن يكون عليه العالم وقد نحتاج إلى وقت أطول لنحصل على تقييمات تملك دقتها ووضوحها ولكن في معظم التحليلات المتوفرة ثمت اتفاق على أن العالم سيشهد تغييرات عاصفة تطال دولا وأنظمة ومؤسسات بعضها لن يظل صامدا أمامه لما قد يحدث وقوته بين هذا الرصد نلمح اكتشاف الباحث والفيلسوف الفرنسي إدجار موران هشاشة العالمة وفشلها في إيجاد تضامن حقيقي بين الأمم وتوقعه ظهور أشكال جديدة من التضامن الدولي العفوي بعد الزياح الأزمة عبر تحقيق اكتفاء ذاتي في الحاجات الغذائية والصحية على المستوى الوطني وتعاضد منفتح على مصير مشترك لكل الناس الذين يعيشون فوق هذه الأرض في إشارة لافتة يظهر موران فضيلة الحجر الاجتماعي الذي فرضته الدول على مواطنها في العودة إلى ذواتنا واكتشاف أطفالنا والتعرف إلى جيراننا بمعنى استعادة وحدة الأسرة ودورها في إيجاد تضامن اجتماعي راسخ من ناحية أخرى يتوقع ستيفن والت من جامعة هارفارد تقوية مركزية الدولة الوطنية والتصاعد المشاعر القومية من جديد وانتقال مركز القوة إلى الدول التي سجلت نجاحات في مواجهة كورونا مثل الصين وكوريا الجنوبية في مواجهة كوفيت 19 هل يجب تطهير الشوارع والأماكن العامة الأخرى بالمبيض المخفف كما بدأ بعض رؤساء البلديات في القيام بذلك فما هو رأي وزارة الصحة الفرنسية تعنون صحيفة لوموند فيروس كورونا تطهير الشوارع عديم الجدوى وخطير جاء رد وزارة الصحة في باريس مفاجئا فقد قالت ليس مجديا رش الشوارع بالمعاقمات ولخص مسؤول الوكالة الإقليمية للصحة أن رش المبيض أو أي مطهر آخر لا فائدة منه في حين أنه أصلا خطر على البيئة ووفقا للتقرير الذي ترجم لصالح بلقيس فقد بدأت العديد من البلديات الفرنسية مثل ريمس وسوريس ينس ونيس بتطهير شوارعها مستلهمة من الممارسات السارية في بعض المدن في الصين وكوريا الجنوبية وقالت الصحيفة أن الوكالة الإقليمية للصحة ووزارة الصحة الفرنسية تنصحان بوضوح بعدم تطهير الشوارع وأنه من المستحسن انتظار نتائج العمل الجاري قبل اتخاذ إجراءات قد تنطوي على المخاطر البيئية في أماكن أخرى وتعتبر الوكالة أن سلاح تطهير الأماكن العامة قد يؤدي إلى نتائج عكسية ليس فقط عديم الفائدة ولكن خطير على البيئة تسلط الوكالة الإقليمية للصحة في بريدها الإلكتروني الضوء على الحلول الأخرى الأكثر تقليدية والأقل تكلفة وتنصح بالحفاظ على تنظيف الشوارع بالمواد المعتادة ومعدات الحماية الشخصية وغسل اليدين بمجرد العودة إلى المنزل لم يعد بوسع رجال ونساء بنما أن يغادروا بيوتهم سويا خلال أيام الأسبوع بل خصصت السلطات أياما لخروج النساء وأخرى لخروج الرجال أما الأحد فالخروج ممنوع والتجوال محظور موقع الديدابولو الألماني عنوين بسبب كورونا يوم للرجال ويوم للنساء للتجول في بنما حيث أصدرت حكومة بنما قرارا يبيح للنساء مغادرة المنزل أيام الاثنين والأربعاء والجمعة فيما سمح للرجال مغادرة منازلهم أيام الثلاثاء والخميس والسبت ونص بيان وزارة الصحة البنما على أن هذا الإجراء يسعى لخفض عدد المتجولين إلى النصف ويبدو أن الحيلة قد أعيت سلطات بنما فرغم تحذيرات ومطالب الرئيس البنما بالتزام الجميع بالعزلة الاختيارية اتقاءا من جائحة كورونا إلا أن الجماهير بقيت تخرج إلى الشارع وتمارس روتين الحياة المعتاد متجاهلة الأخطار المترتبة في هذا الظرف وسجلت الوكالة الأمريكية المركزية حتى الآن 1181 إصابة بفيروس كورونا في البلد الصغير الذي يصل سكانه إلى أربعة ملايين نسمة صحيفة الجارديان البريطانية نشرت مجموعة من الصور للمدن التي كانت مزدحمة طوال اليوم وقد أصبحت خالية من البشر في أوقات الظروة نتابع في جولتنا المصورة هذه الصور ترجمة نانسي قنقر ختاماً مع عدد من رسومات الكاريكاتير والتي نشرتها الصحف والمواقع نتابع بهذا وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء